عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً لمتابعة التحضيرات الخاصة باستضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي في دورة الثانية عشرة والمقررة في نوبمبر المقبل وخلال الاجتماع استعرض مدبولي الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بعقد المنتدى بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وأكد مدبولي على أهمية الانتهاء من الترتيبات اللازمة وفقاً للتوقيتات المقررة وبما يضمن ظهور المنتدى بصورة المشرفة التي تعكس قدر مصر وقدرتها على تنظيم مثل تلك الفعاليات الدولية